حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك بن عمير عن عمري بن حريث عن سعيدي بن زيدي بن عمري بن نفيل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الكام من المني وماءها شفاء للعين حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمري بن حريث عن سعيدي بن زيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكام من المني وماءها شفاء للعين حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عطاء بن السائب عن عمري بن حريث قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكام أتو من السلوى وماءها شفاء للعين حدثنا سفيان قال هذا حفظناه عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيدي بن زيدي بن عمري بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين حفظنا يحيى بن سعيد عن صدقة بن المثن حدثني جد رياح بن الحريث أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب فقال من يسب هذا يا مغيرة قال يسب علي بن أبي طالب قال يا مغيرة بن شعبة يا مغيرة بن شعبة ثلاثا ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذني ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لم أكن أروي عنه كاذبا يسألني عنه إذا لقيته أنه قال أبو بكر بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين في الجنة لو شئت أن أسميه لا سميته قال فضج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله من التاسع قال ناشتموني بالله والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر ثم أتبع ذلك يمينا قال والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام حثنا وكيع حدثنا سفيان عن حسين ومنصور عن هلال بن يساف عن سعيدي بن زيد قال وكيع مرة قال منصور عن سعيدي بن زيد وقال مرة حسين عن أبن ظالمين عن سعيدي بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن حرائف ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم حثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحر بن الصياحي عن عبد الرحمن بن الأخنس قال خطبنا المغيرة بن شعبة فنالا من علي رضي الله عنه فقام سعيد بن زيد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفرоть وهما يقول النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة Troe في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة ولو شئت أن أسمي العاشرة حسنا عمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن حريث عن سعيدي بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكام من المني وماءها شفاء للعين حسنا يحيى عن هشامين وابن نمير حدثنا هشام حدثني أبي عن سعيدي بن زيدي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض ظلما توقه يوم القيامة إلى سبع أراضين قال ابن نمير من سبع أراضين حسنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن حريث عن سعيدي بن زيد قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمأة فقال تدرون ما هذا هذا من المني وماءها شفاء للعين حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكم من المني وماءها شفاء للعين حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمر بن حريث عن سعيدي بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن الحري بن صياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي رضي الله عنه قال فقام سعيد بن زيد فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة ثم قال إن شئتم أخبرتكم بالعاشر ثم ذكر نفسه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالمين قال خطب المغيرة بن شعبة فنال من علي فخرج سعيد بن زيد فقال ألا تعجب من هذا يسب علي رضي الله عنه أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنا على حراء أو أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حراء أو أحد فإنما عليك صديق أو شهيد فسمى النبي صلى الله عليه وسلم لعشرة فسمى أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وسمى نفسه سعيدا حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن سهل عن سعيد بن زيدي بن عمري وبن نوفيل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرق من الأرض شبرا توقه من سبع أراضين قال معمر وبلغني عن الزهري ولم أسمعه منه زادا في هذا الحديث ومن قتل دون ماله فهو شهيد حتنا يزيد بن هارون أنبأني أبن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة أن مروان قال اذهبوا فأصلحوا بين هذين لسعيد بن زيد وأروى وفقال سعيد أتروني أخذت من حقها شيئا أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه توقه من سبع أراضين ومن تولى مولى قومين بغير إذنهم فعليه لعنة الله ومن اقتطى عمال إمرئ مسلمين بيمئ فلا بارك الله له فيها حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثاني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمري بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلما من الأرض شبرا فإنه يطوقه من سبع أراضين حدثنا يزيد أنباءنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن عمري بن سهل فقالت إن سعيد بن زيد قد انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه قال فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق فلما رآنا قالا قد عرفت الذي جاء بكم وسأحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من أخذ من الأرض ما ليس له توقه إلى السابعة من الأرض يوم القيامة ومن قتل دون ماله فهو شهيد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني الزبيدي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف إن عبد الرحمن بن عمري بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلما من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين حدثنا علي بن عاصمين قال حسين أخبرنا عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالمين المازني قالا لما خرج معاويته من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال فأقام خطباء يقعون فعلي قال وأنا إلى جنب سعيدي بن زيدي بن عمري بن نفيل قال فغضب فقام فأخذ بيدي فتابعته فقال ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة فأشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم أثم قال قلت وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فإنه فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال قلت من هم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك قالا ثم سكت قال قلت ومن العاشر قال قال أنا حثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن هلالي بن يساف عن عبد الله بن ظالمين ألا تيمي عن سعيدي بن زيدي بن عمر بن نفيل قال أشهد أن عليا من أهل الجنة قلت وما ذاك قال هو في التسعة ولو شئت أن أسمي العاشر سميته قال اهتز حراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأنا يعني سعيد نفسه حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا يونس أو أبو أويس قال قال الزهري أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمر بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلما من الأرض شيئا فإنه يطوقه في سبع أرضين حسنا حماد بن أسامة أخبرني مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالمين عن سعيد بن زيد قال قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم أراه قال قد يذهب فيها الناس أسرع ذهاب قال فقيل أكلهم هالك أم بعضهم قال حسبهم أو بحسبهم القتل حسنا يزيد حدثنا المسعودي عن نفايل بن هشامي بن سعيدي بن زيد بن عمر بن نوفيل عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو وزيد بن حريثة فمر به ما زيد بن عمر بن نوفيل فدعواه إلى صفرة لهما فقال يا أبن أخي أني لا أكل مما ذبح على النصب قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب قال قلت يا رسول الله إن أبي كان كما قد رأيت وبلغك ولو أدركك لا آمن بك وتبعك فاستغفر له قال نعم فاستغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة حسنا يزيد أخبرنا أبن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة قال قال لنا مروان انطلقوا فأصلحوا بين هذين سعيدي بن زيد وأروى بنت أويسل فأتينا سعيد بن زيد فقال أترون أني قد استنقصت من حقها شيئا أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أراضين ومن تول قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله ومن اقتطى عمال أخيه بيمينه فلا بارك الله له فيه حسنا أبو سعيد حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمر بن حريث قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار حسنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال بلغني أن لقمان كان يقول يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو تماري به السفهاء أو ترأي به في المجالس فذكره وقال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أربى الربى الاستطالة في عرض مسلمين بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها حرم الله عليه الجنة حنى سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد حدثنا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا الفضل بن دكال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر حدثني من سمع عمار بن حريث يحدث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر العرب أحمد الذي رفع عنكم العشور ترجمة نانسي قنقر